شددت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة على جهوزية واستعدادات الطواقم الطبية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى لأي حالات مرضية ومتابعة المخالطين نعم الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة أعلنت أن نسبة تغطية بالتطعيم المضاد للحصبة في مملكة البحرين متقدمة للغاية حيث أن التغطية بالجرعة الأولى بلغت 100% بينما نسبة التطعيم بالجرعة الثانية تبلغ 98% للفئات المستهدفة منه مشيرة إلى أن اللجنة الإقليمية للتحقق من القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية اعتمدت المملكة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية منذ العام 2019 لتكون بذلك المملكة من أوائل دول الإقليم في التخلص من مرض الحصبة والحصبة الألمانية وأوضحت الدكتورة الهاجري أن تقارير البحرين حظيت بإشادات واسعة من خلال إنجازات البرنامج الوطني للتخلص من مرض الحصبة والحصبة الألمانية بما فيها برنامج التمنيع الموسع والترصد الوبائي والمخبري بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة